في لغزة برضو في العيبة النادي الاهلي احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر مفيش اختلاف على موهبته ومهاراته ويمكن من افضل اللعيبة في مصر اللي بتعدي واحد لوحد ودماغه كلها كورة وجاب جون النهاردة والحياة كان جون حلو بس لسه برضو بيزودها ولسه في مواقف كتير المفروض يباصي بيرقص ويكمل وتتقطع ويبقى شكل الكورة وحش على الرغم من الامكانيات دي دي تتضبط ازاي في عبدالقادر؟ ايه حلها؟ عبدالقادر يعني الناس كتيرة شبهته بي يعني انا برضو كده ما يا حلو قوي اه يا وحش قوي ما عنديش وسط يعني انت فاهم عبدالقادر واحد ضد واحد لازم تتعطف معاها ده ما انا انا اصبح بحب اللعب الكورة لو حنين عليه لو بحب لا لو لو متعدلش هقروح هتديله جامد بس عبدالقادر من اللعيبة كابتن واحد ضد واحد لازم يعدي اه ممكن تقطع منك مرة واتنين لو تقطعت منك مرة واتنين لازم حلها ان انت 3-4 كور بيرفع عليك وال3-4 كور تسهل على نفسك عشان تقدر تبقى انت فاي عبدالقادر بقى فاي بيعدي لو 80-70% من موسيب يعدي انما لو 50-40 وثقة رايحة زي حسين الشاحات لما كان وحش كان ثقة رايحة كان بيروح لك يا وليد يلاقي كوي يروح راجع تاني لا من امتى ده انت كنت بتروح بتعدي فعبدالقادر كده لما بيعدي لازم يبقى فاي ولازم بدنيا يبقى فعلى حيله بدنيا لازم عبدالقادر عشان يقدر يعمل كل اللي هو بيعمله ده لازم يبقى فاي لو مش بدنيا وقف مش هيقدر يعدي يعني طاهر دلوقتي مش قادر يعدي واحد ضد واحد ليه؟ بيفكر كتير ما شقوله بدنيا مش جاهز راجع من الاصابة بيرسته هكذا زمان لما كان بيراجع من الاصابة دلوقتي بيرسته وبيعدي من احد فهو عبدالقادر لازم يسهل على نفسه في اوقات ويصعبها على نفسه في اوقات لما يبقى فاي صعبها زي ما انت عايز ويبقى مطلوبة يا وليد يعني انا من الناس اللي كان المداري بقول له روح ايه يعني متلطع منك بس تلطع فوق مش تلطع في نص مالعبك دي الحاجات مش كتير عبدالقادر لما بيرقص واحد عدت خلاص وماش تجعله تاني وبعدين يخلص حالتاني فخلاص هنخليها تلاتة هو دايما السقة الزيادة في الامكانيات ممكن تعمل قد بالك انه هو بقاله سنة في الاهل انا جاي من سموحة بقاله سنة سنة وشوية هو الفرق اللي سموحة هو كان نجم في سموحة ما هو عشان كم يعمل اللي هو عايز هو كان مكسر الدنيا في سموحة الحقيقة كان هو مصطفى فتحي كان من افضل يعني الاجناحة وخطوط لهم اللي اتنين كانوا اخدين الحتة اللي تحت بس بكنش بيدفع وما فيش دفاع وكان براحته تتقطع ما تتعرف ما كانتش حس بيه فكانت ناشئ انما مع نادي الاهلي بحجم بقتين الجماهير عندها سنسي يعني الجماهير بتحس انت زودتها ولا لا فواحدة في اتنين زي ما حضرتك قلت تخلص الجماهير هتبدأ تقفش بقى فهتترقب لك التالتة هتعمل ايه ايوه فالتالتة لازم تسهل على نفسك عبدالقادر واتمنى وبعدين العيبة دي حزاه حلوكابتن الماتشات كلها يعني النهاردة الجمهور مش كتير يعني ماتشات افريقيا الاخيرة اه 70-80 فانت بت لو تقطعت مرة واثنين لو زامل 80 الف دول ربنا ما يوريك انما دلوقت الدنيا هادية وبتاع فما بتقطع مرة واثنين الجمهور ما بيزومش قوي ويمكن الجن اللي جابه النهاردة يديله ثقة اكتر يعني يمكن يديله ثقة اكتر في الماتشات اللي جاية